اشتركوا في القناة على الجنسية البحرينية بالمخالفات للقانون وأوضح معاليه أنه من دواعي تشكيل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية تبوت حالات لأشخاص قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية أو أساء استخدام الجنسية أو أضر بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي وكذلك كل من خالف اشتراطات استمرارية حصولهم على الجنسية وردا على بعض التساؤلات التي تم رصدها وتداولتها وسائل الإعلام ووقع الاتصال الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة ومن بينها تحديد النطاق الزمني لعمل اللجنة فقد أكد معاليه بأننا قد بدأنا في تقييم ومراجعة الحالات منذ عام 2010 وذلك في إطار المراجعة التي نقوم بها لاكتساب الجنسية بشكل عام وفيما يتعلق بإسقاط الامتيازات الحكومية التي تحصل عليها مكتسب الجنسية البحرينية فقد أكد معاليه أنه سيتم التعامل معهم وفقا للقوانين المنظمة بهذا الشأن مؤكدا أن الجنسية البحرينية هي لمن أظهر الإخلاصة والولاء واعتز باكتسابها والتزم واحترم القوانين المعمول بها وحافظ على أمنها ونسيجها الاجتماعي وساهم في عملية التطوير والبناء وكذلك لمن تحتاجهم الدولة بناء على اختصاصاتهم ومهاراتهم هذا وسوف يتم الإعلان عن خط ساخن يتبع لإدارة مكاتب أو مكتب معالي وزير الداخلية للإبلاغ عن أي معلومة أو شكوى أو ملاحظة مع ضمان السرية التامة بهذا الشأن